بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي للتعليم المستدر نبدأ لقاؤنا لهذا اليوم لمادة الرياضيات محدثتكم أمل الحازمي وعلى بركة الله نبدأ موضوع درسنا اليوم القسمة مع باقي واحد هنا رابط الدرس الرقمي تعالين تعرف تعلمنا في الدرس السابق ماذا تعلمنا في الدرس السابق تعلمنا على القسمة على عدد مكون من رقم واحد ماذا أيضا تعرفنا أن لكل أملية ضرب لكل عملية ضرب عملية قسمة هذه عملية الضرب لديك هنا تسعة ضرب أربعة يساوي ستة وثلاثين عملية الضرب هنا ننتج منها عمليتان قسمة العملية الأولى ستة وثلاثين تقسيم أربعة ما هو العدد اللي أضرب في الأربعة يعطيني ستة وثلاثين حقائق من حقائق الضرب أن التسعة ضرب الأربعة ستة وثلاثين تسر ما هو موجود هنا تسعة ضرب أربعة يساوي ستة وثلاثين العملية الأولى عملية القسمة ستة وثلاثين تقسيم أربعة يساوي تسعة العملية الأخرى التي تم تكوينها من عملية الضرب ستة وثلاثين تقسيم تسعة يساوي أربعة إذن عملية الضرب أقدر أستطيع أن أعمل منها عملية قسمة التدريب أوجد ناتج القسمة ستمائة وسبعة وثلاثون تقسيم السبعة هذا هو العدد ستمائة وسبعة وثلاثون قسمة العدد سبعة طبعا هذا هو رمز القسمة سوف نبدأ بأكبر منزلة هنا اللي هو الستة أكبر منزلة هنا الستة نقسمها على السبعة أحسنتم لا أستطيع قسمة الستة على السبعة لأن العدد قليل أحسنتم نأخذ العدد ثلاثة وستون تقسيم السبعة ثلاثة وستون تقسيم السبعة ما هو العدد اللي أنا أضربه في السبعة يعطيني العدد ستة وثلاثون حقيقة من حقائق الضرب هيا طلابي وطالباتي أحسنتم رائعين التسعة ثلاثة وستون تقسيم سبعة يساوي تسعة لماذا؟ التسعة تسعة 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 ضرب سبعة يساوي ثلاثة وستون إذن ثلاثة وستون تقسيم السبعة يعطيني تسعة عكس عملية القسمة ماذا؟ عملية الضرب تسعة ضرب سبعة يعطيني ماذا؟ أحسنتم ثلاثة وستون هناك عملية أخرى مرتبطة مع عملية القسمة ما هي؟ عملية الطرح أحسنتم طلابي إذن نجري عملية الطرح الآن ثلاثة ناقص ثلاثة ماذا يساوي؟ أحسنتم صفر والستة ناقص ستة ماذا يساوي؟ ممتاز يساوي سبعة ألنحنا انتهينا من عملية القسمة؟ لا لدينا عدد هنا ماذا نعمل به؟ أحسنتم نقوم بإنزاله السبعة إذن سبعة تقسيم سبعة ماذا يساوي؟ هناك حقيقة مرتبطة مع عدد سبعة في جدول الضرب ما هو العدد اللي أضرب في السبعة؟ يعطيني سبعة أحسنتم واحد ضرب السبعة يساوي سبعة إذن سبعة تقسيم سبعة يساوي واحد أحسنتم واحد عكس عملية القسمة عملية الضرب واحد ضرب سبعة يعطيني سبعة نجري ماذا؟ عملية الطرح أحسنتم سبعة ناقص سبعة يساوي صفر والأصفار تنزل إذن ما هو ناتج عملية القسمة؟ واحد و تسعين أحسنتم إذن سنتعلم في هذا الدرس ماذا؟ القسمة مع باقي القسمة مع باقي تذكري كلمة الباقي تعالي نتعرف هنا رمز القسمة أحسنتم المقسوم براف عليكم المقسوم عليه أحسنتم ناتج القسمة الباقي وهذا هو درسنا اليوم أحسنتم ما هو مفهوم الباقي يا طلابي و طالباتي؟ أحسنتم هو العدد المتبقي بعد عملية القسمة على عدد آخر انظري إلى هذه الدوائر الموجودة أمامك لدي 17 دائرة موجودة سوف أقوم بقسمة العدد 17 تقسيم 5 لحظي معي 17 تقسيم 5 هناك حقائق مرتبطة مع عدد 5 ولكن هل العدد 17 من ضمن جدول الخمسة؟ هل العدد 17 من جدول الخمسة؟ تعالي نجرب عملية القسمة نجرب نقسم العدد 17 تقسيم 5 انظري إلى فكرة القسمة عملية القسمة ماذا؟ ممتاز أحسنتم قسمة الأعداد على المجموعة الخمسة الموجودة لدي انظري أحسنتم رائعين ممتاز عندي العدد 3 في المجموعة الأولى العدد 3 أيضا في المجموعة الثانية العدد 3 في المجموعة الثالثة العدد 3 في المجموعة الرابعة والعدد 3 في المجموعة الخامسة إذن 17 تقسيم 5 ماذا يساوي؟ ثلاثة ولكن هل توقف هنا؟ لا لماذا؟ تبقى لدي ماذا؟ اثنان والباقي اثنان طيب لماذا قلنا ثلاثة والباقي اثنان هناك حقيقة الثلاثة ضرب الخمسة يساوي خمستعش هذا العدد قريب من العدد 17 ولكن ماذا ينقصه طلاب وطالبات العزيزين؟ أحسنتم لدي باقي اثنان ماذا نعمل به؟ أحسنتي أجمع مع الباقي يعطيني العدد 17 إذن لا نتوقف بمجرد أن نرأينا أن العدد 17 تقسيم 5 يساوي 3 لدي باقي هل نعمل الباقي هذا؟ لا بمجرد ضرب للعدد 3 ضرب 15 3 ضرب 5 يعطيني 15 أضيف عليه الباقي يعطيني العدد 17 لأنه ماذا حقيقة من حقائق جدوى الضرب الخمسة 3 ضرب الخمسة يعطيني 15 إضافة إليه الباقي يعطيني المقسوم الأساسي اللي هو ماذا؟ 17 ننظر إلى المثال الآخر 34 تقسيم 8 يساوي سوف نكون العدد 34 مكون العدد 34 هذه هي مكونات العدد 34 تقسيم ماذا يا طلابي وطالبات العزيزين؟ أحسنتم تقسيم الثمانية يعني كم سوف تكون مجموعة لدي هنا؟ أحسنتم ثمان مجموعة تعالي ننظر إلى الثمان المجموعات التي سوف نكونها المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة الرابع بس ماذا نلاحظ؟ انظري واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية هذه المجموعة الأولى ثمانية المجموعة الثانية أيضاً ثمانية عملية القسمة عملية متساوية أيضاً هذه المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة إذن أربعة وثلاثين تقسيم ثمانية ماذا يعطيني؟ كم مجموعة؟ أحسنتم أربعة هل نتوقف إلى هنا؟ لا كم متبقي لدي هنا؟ أحسنتم والباقي اثنان طيب كيف نتأكد أن عملية القسمة صحيحة أم خاطئة يا طلابي وطالبات الأزيزين؟ أحسنتم نضرب ثمانية ضرب الأربعة يساوي اثنى وثلاثون طيب ماذا نعمل بالباقي؟ أحسنتم أضيفه على هذا العدد اثنان يعطيني العدد أربعة وثلاثون أحسنتم ثمانية ضرب الأربعة اثنان وثلاثون لاحظي أن العدد اثنان وثلاثون قريبا من العدد أربعة وثلاثون ولكن لا ننسى الباقي اثنان الباقي اثنان قمنا بإضافة الباقي على الناتش وأصبح لدي العدد أربعة وثلاثين اللي هو العدد المقسوم الأساسي إذن أربعة وثلاثون تقسيم ثمانية تكونت لدي أربع مجموعات هذه مجموعة الرابعة أربع مجموعات المجموعة الأولى الثانية الثالثة والرابعة تبقى لدي اثنان وهذا ما يسمى الباقي أربعة والباقي اثنان أربعة والباقي اثنان طبعا قلنا لماذا؟ لأن أربعة ضرب ثمانية يساوي اثنين وثلاثين إذن اثنين وثلاثين الناتش الموجود لديه هنا أضيف إليه الباقي من وين حصلنا على الباقي هذا هنا؟ هذا ما تم الحصول عليه بعد عملية التوزيع يساوي أربعة وثلاثون ننظر إلى المثال الآخر أكمل واحد وخمسين تقسيم السبعة لن نكون رموذاً أو أشكال ولكن نرتبط نتذكر عملية الضرب نتذكر جدول الضرب السبعة من يتذكر معين جدول الضرب السبعة؟ ها ما هو جدول الضرب السبعة؟ أحسنتم سبعة ضرب واحد يساوي سبعة رافع عليكم سبعة أحسنتم ضرب اثنين يساوي أربعة عشر رافع عليكم ممتازين سبعة ضرب الثلاثة يساوي واحد وعشرين سبعة ضرب أربعة يساوي ماذا؟ أحسنتم ثمانية وعشرون عيد سبعة سبعة ضرب الواحد يساوي سبعة سبعة ضرب اثنين يساوي أربعة عشر أحسنتم سبعة ضرب تلاثة يساوي واحد وعشرين سبعة ضرب الأربعة يساوي ثمانية وعشرين ما زلنا بعيدين عن العدد واحد وخمسون سبعة ضرب خمسة يساوي خمسة وثلاثون سبعة أحسنتم ضرب الستة يساوي اثنين وعشرين تقربنا من العدد قليلاً أحسنتم سبعة ضرب سبعة يساوي تسعة وأربعون تسعة وأربعون نكمل ثمانية ضرب السبعة يساوي ستة وخمسون لاحظي هنا العدد ماذا أصبح أكبر من العدد الأساسي الموجود لدي هنا إذن أيهما أقرب إلى الإجابة أحسنتم التسعة والأربعون سبعة ضرب سبعة يساوي تسعة وأربعون هذه حقيقة أساسية إذن كم يتبقى لدي حتى أكمل العدد واحد وخمسين أحسنتم إذن إذن حقيقة أساسية هنا عندي في عملية الضرب من حقائق الضرب أحسنتم سبعة ضرب سبعة زي ما توصلنا قبل قليل يساوي تسعة وأربعون أقرب إلى العدد واحد وخمسون قلنا العدد سبعة طيب هل نتوقف إلى هنا أحسنتم والباقي كم ممتاز الباقي إثنان لماذا لماذا قلنا واحد وخمسون تقسيم السبعة يساوي سبعة لماذا أحسنتم لأن سبعة ضرب السبعة من حقائق الضرب تساوي تسعة وأربعون زائد الباقي لا ننسى الباقي إثنان يعطيني ماذا أحسنتم واحد وخمسين إذن واحد وخمسين تقسيم سبعة يساوي سبعة من حقائق الضرب لماذا اخترنا هذا العدد لأنه أقرب إلى العدد واحد وخمسون الباقي هل نتوقف على هنا لا لدي باقي اللي هو ماذا إثنان نتأكد من عملية القسمة سبعة ضرب سبعة يساوي تسعة وأربعون زائد العدد اثنان يساوي واحد وخمسون أحسنتم المثال الرابع تسعة وعشرون تقسيم ثلاثة تسعة وعشرون تقسيم ثلاثة نعمل عملية القسمة أخذنا أكثر من طريقة الآن سوف نجري عملية القسمة تسعة وعشرون تقسيم الثلاثة كما تعودنا أكبر منزلة عندي هنا اثنان منزلة العشرات تقسيم الثلاثة هل تقبل القسمة؟ أحسنتم لا تقبل لأن العدد قليل ماذا سوف نعمل؟ دائما جدول الضرب ضعيه أمامك دائما يا طلابي وطالبات العزيزين سوف نأخذ جدول ماذا؟ الثلاثة اللي هو العدد المقسوم عليه عندك واحد ضرب ثلاثة يساوي ثلاثة أحسنتم اثنين ضرب ثلاثة يساوي ستة ممتاز ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة أربعة ضرب ثلاثة يساوي اثناش أحسنتم خمسة ضرب ثلاثة يساوي خمسة عشر ستة ضرب ثلاثة يساوي ثمنطة ما زلنا بعيدين على هذا العدد سبعة وثلاثون ضرب ثلاثة يساوي واحد وعشرون ثمانية ضرب ثلاثة يساوي أربعة وعشرون تسعة ضرب ثلاثة يساوي سبعة وعشرون انظروا إلى هنا طلابي وطالباتي بعدنا على العدد أم قربنا إلى العدد؟ أحسنتم أصبحنا قريبين أحسنتم إذن ماذا سوف نعمل؟ أحسنتم لو أجرينا عملية الضرب البقية عشرة ضرب ثلاثة يساوي ثلاثين انظري إن هذا العدد أكبر من العدد الموجود لديك معناته ماذا سوف نأخذ؟ أحسنتم اللي هو تسعة ضرب ثلاثة يساوي سبعة وعشرون إذن عندي الحقيقة المرتبطة مع العدد الثلاثة اللي هي التسعة تسعة في ثلاثة يساوي ماذا؟ أحسنتم سبعة وعشرون لا ننسى العملية المرتبطة مع عملية القسمة اللي هي عملية الطرح نجري عملية الطرح تسعة ناقص سبعة ماذا تساوي؟ اثنان أحسنتم اثنان ناقص اثنان ماذا يساوي؟ ممتاز الصفر ماذا يسمى هذا يا طلابي وطالبات العزيزين؟ أحسنتم يسمى الباقي إذن تسعة وعشرون تقسيم ثلاثة يساوي تسعة يساوي تسعة والباقي اثنان تسعة والباقي اثنان اتعكد ثلاثة ضرب التسعة يساوي سبعة وعشرون نجم عليها الباقي اثنان يعطيني تسعة تسعة وعشرون هذه حقيقة دائما تذكروها طلابي وطالبات العزيزين ثلاثة ضرب تسعة يساوي سبعة وعشرين زائد الباقي لا ننسى يساوي تسعة وعشرون تدرب انظري ما هو صيغة السؤال هنا؟ أوجدي خارج القسمة وماذا؟ والباقي ثلاثة وأربعون تقسيم السبعة ثلاثة وأربعون تقسيم السبعة هذا هو هذا هو المقسوم عليه الذي يعتمد عليه حقائق الضرب شو بحقائق الضرب؟ الحقيقة الأولى واحد ضرب السبعة يساوي سبعة اثنين ضرب السبعة يساوي أربعة عشر ثلاثة ضرب السبعة يساوي واحد وعشرين أربعة ضرب السبعة يساوي ثمانية وعشرين أحسنتم خمسة ضرب السبعة يساوي خمسة وثلاثون الستة ضرب السبعة أحسنتم اثنين واربعين سبعة ضرب سبعة يساوي تسعة واربعون لاحظي هنا العدد أصفح أكبر من العدد الموجود لديه هنا إذن أيهما أقرب إلى الإجابة؟ أحسنتم ستة ضرب سبعة يساوي اثنى واربعون إذن ستة ضرب السبعة يعطيني اثنى واربعون لا ننسى عملية الطرح نجري عملية الطرح ثلاثة ناقص اثنين واحد أربعة أحسنتم ناقص أربعة يساوي صفر إذن ماذا يسمى؟ أحسنتم يسمى الباقي إذن ثلاثة وأربعون تقسيم السبعة يعطيني ستة والباقي واحد ثلاثة وأربعون تقسيم السبعة يساوي ستة والباقي واحد أنتقلي إلى المثال الآخر انظري إلى هذا المثال سبعة وثلاثون تقسيم الخمسة حقائق الخمسة طبعاً ما راح نبدأ من واحد ضرب خمسة راح نبدأ بالعدد خمسة ضرب خمسة يساوي خمسة وعشرون خمسة ضرب الخمسة يساوي خمسة وعشرون خمسة ضرب الستة يساوي ثلاثون خمسة ضرب السبعة يساوي خمسة وثلاثون خمسة ضرب الثمانية يساوي أربعون إذن هذه الحقيقة المرتبطة هنا سبعة ضرب الخمسة يعطيني خمسة وثلاثون نجري عملية الطرح سبعة ناقص خمسة أحسنتم اثنين هنا الصفر هذا يسمى الباقي إذن سبعة والباقي اثنان إذن الناتج سبعة والباقي اثنان أحسنتم إذن طلاب الأعزاء تعريف القسمة تعرفنا على الباقي القسمة وتعرفنا على مفهوم القسمة مع باقي هذا التدريب سوف تقومون بالتطبيق عليه ما تم فهمه اليوم في هذا الدرس إذن تعرفنا على المقسوم المقسوم عليه ناتج القسمة الباقي وهذا ما تعلمناه اليوم لن نتعلم ما لم نتدرب ووابة التعليم الوطني يعين لكم خير معين بحمد الله وبركته تم انتهاء من درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر